الواقع اللي حتشوفوها دي كمان والله يا جماعة تختزل كل مقاسينا ومشاكلنا وازمتنا سيدة الكارتونة هكذا وصفت سيدة أم عظيمة تسعين سنة شوفوا بقى هزي الأم العظيمة يبقى في النهاية بتتحط في كارتونة اللي هو المشهد اللي انتو شايفينه علشان ايه علشان تبيع البقدونس التلاتة بجنيه وحتسمعوا بساطتها الشديدة وحتشوفوا طلقائيتها وعفويتها وحتشوفوا انها مش عايزة حاجة خالص وكان ممكن انها ما تتعبش وما تعودش القعدة دي وخلاص يعني وتتسول مثلا لكن لا قالت انا باكل بعرقي شوفوا المشهد اللي بيختزل كل مشاكلنا وازمتنا ومقاسينا الجحود اللي في المجتمع المجتمع اللي بيتغافل والدولة اللي بتتجاهل بمؤسساتها المختلفة مفيش حد عدة كده على هذه السيدة وشافها قاعدة هي قاعدة ليه في كارتونة؟ علشان الساعة زي ما حتسمعوها علشان الجو علشان الباقي يعني الكارتونة بالنسبة لها هي المدفاقة هي البطنية اللي بتتدفى بيها كل ده عشان السيد تتاكل عيش شوفوا بقى لما يبقى التلاتة بجنيه وهي قدامها كم ربطة مثلا علشان ترجع في النهاية بكام بعشرة جنيه تاكل بيهم تجيب بيهم جبنة وفول وطعمية وتعيش وتاكل ده ده يومها يعني لما تيجي تشوف لو التلاتة بجنيه عدوا حسبوها شوفوا البساطة الشديدة وطبعا بتقولك اللي بييجي ياخد هتعد ازاي وحتبص ازاي ده خد تلاتة ولا خد اربعة ولا خد خمسة المشهد اللي انت شفتوه ده احدث صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي احنا بقى وظيفتنا ان احنا نشوف هذه السيدة نذهب اليها فجونا كمان وانا الحين مش عايزة اصلة الضوء قوي لكن ده كمان يدعونا الى ما طلبنا به من قبل احنا في هذا البرنامج قلنا سنقود حملة متعلقة بعقوق الوالدين الابناء اللي بيرموا امهاتهم واباهم اوعى تعتقد انه ربنا هيرضى عنك ابدا مش هدخل في التفاصيل الاجتماعية لكن في كل الاحوال يعني هذه السيدة صممت على التصوير معانا مع ان البعض حاول انه يمنعها لكن شوفوا بساطتها الشديدة وحتشوفوا هي ايه طلبها هي مش عايزة حاجة خالص انما عايزة طلب واحد ان شاء الله هنحقق هلها اشتركوا في القناة السيدة السيدة العجوز التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حديثا عنها وهي تجلس في صندوق من الكرتون حتى يقيها من برودة الجو القارس وهي تبيع حزمة من الخضر تحصل بها على بضع جنيهات تكفيها ذل السؤال رصدت كاميرا العاشرة مساء طرفا من حياة تلك العجوز العفيفة التي لا ترغب من الدنيا طرفا عندك كم ساعة؟ عندك 90 90 سنة؟ نعم أنت بالداية ايه في السوق؟ ببيع بادون ببيع بادون و ايه كمان؟ مفيش اللي البادون دسعها اللي تعبت حربكاش ربطهم بيحتهم مفيش مفيش هم اللي عبت البادون بس ببيع التلاتة بني التلاتة بني بقولوله هاتي بادون صالهم اللي عايز اي حاجة ياخدها بقت وهم التلاتة بني اتخدوا اللي يعجبكم بقى انتي بتحب الناس؟ بحق يا سنة بيدا داني لو اشوف الناس اروح اخدمهم لو انا باشوف اروح اخدم الناس كمان مش حاوز حاجة مش حاوز حاجة مش حاوز حاجة اللي اتحجي وخلاص اروح اشوف الرسول وشلا اموت هناك حتى شلا اموت هناك حتى اما اموت هناك بحلو برضو ربني ابني انتي بتعودي في الكارتونة ليه؟ بتعودي في الكارتونة من الساعة دنيا من الساعة طب انتي بتنزلي ليه اصلا تبيعي الخضارة؟ عشان عايزة يعني محتاجة مصاريف؟ اه مال ايه؟ محتاجة مصاريف بس انا مش عاوز حاجة من حاجة دم اكلها بعرقية وحلال احسن ما واحدة تديني حاجة كون عايزاها يمكن عايزاها يمكن يالي عايزيني تحن علي يمكن يالي عايزيني تدها لي وقولها ازاي اديني بجيبت دوني اسمها مفيش حد بيجيلك ينا يسأل عليك؟ لا 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 طبعا لو شفتوا يعني نموذج هذه الام المسنة العظيمة اللي هي يعني حتى اللحظات الاخيرة في حياتها هياخد بعرقية ومش عايزة حد يديني حاجة بتتحط كده في كارتونة علشان تبيع المشهد اللي انتو شايفينه ده ودي بتدفيها من من البرد اللي احنا لا نتحمله لكن ايه اللي بيطلعها كده؟ ايه اللي بيطلعها كده؟ انها مش عايزة تمدي ايديها في طبعا في ظل زي ما بقول لكم يعني لو في مؤسسات اجتماعية في مصر حكومية او غيرها بتشوف هذه الحالات اللي يقول ازاي ازاي يسيب ام طاعنا في السن عندها تسعين سنة بالشكل ده ازاي يحول الكارتونة الى منزل وإلى حياة عند هزيه الست التاعنا في السن اللي يعني من الواضح انه من كثرة الامراض يعني بان اثار المرض على عينيها وعلى وشها لكن كرامتها لم تصب بخدش عزة نفسها ولا خدش واحد ولا فيها تجعيد عزة النفس ولا فيها اي علة الاعتزاز بالنفس والكرامة ونموذج الام المصرية الحقيقية هتلاقوا مفيش فيه خدش الخدش والجروح موجودة فين موجودة عندنا احنا في المجتمع اللي ساب ست زي دي بيعد عليها كده ما بين مسئولين ومحافظين ورأساء احياء ووزراء معنيين بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي كل دول بيعدوا على هذه السيدة هي احسن منهم وهي اشرف منهم جميعا ما مدتش ايديها وببيع التلاتة بجنيه جنيه علشان في النهاية ممكن ما تكملش خمسة ستة جنيه ترجع بيهم بيتها علشان تاكل النموذج اللي احنا شايفينه ده يعني بيبين لك حاجات كتير جدا بيبين لك التواضع الشديد والرضى التام والقناعة التامة عند الناس الكبيرة دي اللي ربط اجيالا وللأسف الشديد يعني الاجيال بعد كده الناس بتتجوز بقى وزوج البنت هتلاقي ازاي تجيب امك وبتاع وواحنا هنتحمل علشان كده تاني وتالت بقول انه لابد من تشريع يتعلق بعقوق الوالدين اللي يعمل في امه او ابوه كده لازم يتحاسب ومن ناحية تانية كمان المجتمع مين يحاسب المسؤولين ان في ست تحول الكرتونة الى حياة والى بيت والى ملجأ والى ملاز مين يقبل ده يا جماعة مين يخلي هذا المشهد يسيبه كده وما يحاسبش كل المتسببين فيه من مسؤولين بيعدوا على هذه السيدة بيعد عليها وممكن ياخد التلاتة بجنيه ممكن مسؤول صغير ومسؤول كبير وبيعدوا على الست دي اللي هي اشرف من الجميع واشرف من عدد كبير من المسؤولين اللي ما عندهمش ضمير انه يبقى فيه هذه السيدة وغيرها موجودين في المجتمع ونقعد نقولك عندنا منظومة للعائلات التي لا يوجد عائل لها فين المنظومة بندحك على بعض بندحك على بعض مفيش منظومة للعائلات التي لا عائلة لها اللي ملهاش حد ينفق عليها بنسيب الستات الكبيرة والامهات الكبيرة نسيبهم مرميين بهذا الشكل في كرتونة اللي يجب انه يتحط في كرتونة ونلقيها في اي بحفة اقرب بحر قدانك هو كل مسؤول متقاعس متخازل كل وزير معني بهذه السيدة وما بيعملش حاجة ليها والغيرها هو ده اللي لازم يتحط على كرتونة وتلقي به في اي بحر او اي ترع وانت ماشي لانه لا يستحق البقاء لا في منصبه ولا يستحق البقاء في حياة يعني بالشكل يعني شوفوا الست العظيمة اللي هي مش عايزة حاجة يعني يعني وانا بتكلم هي مش عايزة حاجة علشان يبقى فيه متبرعين الستة عايزة تحج وهي شايفة انه خلاص يعني هي في الفصل الاخير من الحياة وشوفوا عندها الرضا التام والقناعة التامة وعندها حالة العفوية والطلقائية وباكل بعرأي شايفين التعبير لمدت ايديها ولا تسولت لكن اللي يستحق قطع الايادي هو كل مسؤول شاف المشهد ده وما عمل لهاش حاجة وكل مسؤول عن العائلات التي لها عائلة لها وما عملش حاجة وما كلفش نفسه انه يقول كده لما شوف مين البيوت اللي ما فيش حد بينفق عليها اللي حنتطر ان فيه ستة تقعد في كارتونة كده علشان تعيش وتبيع وترجع بستة سبعة جنيه التلاتة بجنيه احنا عندنا التلات مسؤولين في المنطقة دي والله ما يساوي ربع جنيه التلات مسؤولين بقى من محافظ ورئيس حي وبتاع والله ما يساوي ربع جنيه هي ستة بتبيع التلاتة بجنيه اللي عد عليها كده وما تأثرش بهذا المشهد لغاية ما المشهد يتم انتشاره وتدوله على مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يصدم المجتمع وكأنه ما فيش نموذج هذه السيدة مش موجود في ما تمشوا وشوفوا هذه النماذج المنتشرة بس الحقيقة اللي صدمني مش الكارتونة انما شوفوا التواضع الشديد والعفوية الشديدة وحالة الرضا التامة وانه انا مش عايزة حد يديني حاجة هي مش عايزة حد يديني حاجة انا عارف انه هنلاقي سيلا من التبرعات زي ما بيحصل معانا في بعض الحالات لكن هي مش عايزة هي عايزة تحج او تعمل عمرة وان شاء الله يعني هنحقق لها هذا الطلب من خلال برضو فاعلي الخير في ظل تقاعص الحكومة والله اتمنى اتمنى وانا اثق حينما تصل هذه الصورة الى الرئيس السيسي انه هذه السيدة هي الام المصرية العظيمة الحقيقية اللي بتضحي وتربي اجيالا وفي النهاية بتوصل الى حالة الرضا والقناعة اللي انتوا شايفينها كارتونة مصرها في الوقت اللي هتلاقي المسؤول ده يعني ولا اهتم انه المشهد ده كده يزلزله يعني المسؤول في هذه المنطقة في الحي في المحافظة والله مشهد يزلزل الجبل لو فيه جبل كان تأثر واحتضن هذه السيدة وقال ما ينفعش يا امي تعودي في كارتونة كده عشان تتفادل برد وعشان تبيعي التلاتة بجنيه وترجعي البيت بخمسة ستة جنيه انما هي دي مصر المليئة الان بالفشل الحكومي وبالجحود وزي ما الست دي واجهت عقوقا سواء من اسريا ومجتمعيا ومن المسؤولين كمان فالحياء هي هي سيدة العام هي سيدة 2017 هذه السيدة الام المصرية العظيمة اللي انتوا شايفينها وزي ما بقول لكم لانه هنا يعني الناس تفعلت معانا وبعتين الناس مش هي الست مش عايزة حاجة لو سمحت عاوزين نعرف مكان سيدة الكارتونة والله هذا المكان هو مكان للشرف يعني لو لو في حد كده يحدد هذا المكان كده ويقول ده مكان لعزة النفس والشرف مكان لل للكرامة اللي بتخلي ست بهذا الشكل ببيع التلاتة بجنيه آه نعرف مكان هزي السيدة ومكان هزي الكارتونة اللي هزت الناس جميعا لكن لم تهز مسؤولا واحدا لم يتأثر أي مسؤول بده وتشوفه حالة العفوية والتلقائية وحالة القبول والرضا والتواضع عند ست مش مش هعيش إلا بعرقه ومش هعيزة حاجة من حد موسيقى موسيقى موسيقى